في بروفايل اليوم سنتعرف على الشاعر المغربية وداد بن موسى أو وداد بن موسى لغاية الآن صدر لها 11 ديوان شعري كلها مكتوبة باللغة العربية ولكن بعد ذلك ترجمت إلى عدة لغات عالمية منها الإسبانية ولقت انتشاراً بعدد من دول أمريكا اللاتينية مش من كتير زمان نشرت ترجمة ديوان الأخير القلب حراً في معرض مدريد للكتاب هي كمان طارق مديرة عامة لمركز أحمد أبو كماخ في طنجا ويعتبر هذا المركز أحد أهم المراكز الثقافية في المغرب كما أنها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر لها اهتمامات في الرسم التشكيلي أقامت على مقرأة أربعة معارض صدر لها حديثاً ترجمة كتابة كمان القلب حراً الذي نال جائزة جوتنبرغ الألمانية هلأ هي اكتشفت أن تنحدر من مدينة ثقافية اسمها مدينة القصر الكبير بالمغرب وعلى ما يبدو أن هذه المدينة أنجبت العديد من الأسماء في مجال الشعر وداد أو وداد بن موسى مساء الخير مساء النور أنا سعيدة جداً بهذه الاستضافة في إدعى اسمون ديكالو نحن كمان سعيدة جداً في برنامجك هلا هلا طارق اكتشف أني كمان كان عندك تجارب بالحقل الأعلامي نعم هذا كان حلم منذ طفولة أن أكون إعلامية فتحقق لي مكان على اعتبار أن الحلام تتحقق دائماً حلم وأحياناً ضرورة دائماً الكتاب وخصوصاً الشعراء بلقوش شغل يعملوها فبصوص صحفيين وإعلاميين لا حرام عليك لا هذا الكلام ليس صحيحاً أنا أحتاج لا أعتقد أنه لا هو عم يحكي لأنه هو مش شعر هو شعر بس فعلاً لأنه يمكن تكون هذه وسيلة أيضاً للتواصل مع الآخر والتعبير أيضاً تماماً بكل تأكيد فأنا مجال الإعلامي أعتقد أنه فسح لي أو أتاح لي فرصة التواصل مع جمهور كبير وكذلك أن أوصل إلى الآخر ما أريد أن أوصل إلىه من خلال القصيدة من خلال الفعل التقافي من خلال استجواء مجموعة من الأسماء كذلك تقولين في إحدى المقابلات التي وقعت عليها اليوم كنت خجولة وإذا أردت أن أخاطب أحداً كنت أخاطبه بالكتابة للتواصل معه ونشعر بيولد من الخجل حقاً؟ صحيح يعني هذه حقيقة أنا كنت خجولة جداً في الصغر وتكبيل للناس؟ فعلاً كانت بكتب يعني لأزقائي ولأخوتي ولأستيداتي بكتب أوراق حتى صارة فعل الكتابة وحق الله يعني بصدق حسن أصبح ضرورة يعني أنه للتواصل مع الآخر أكتب وريقات صغيرة هكذا وأنا لسه بتعلم الكتابة فكانت من الأشياء الطريفة التي أحتفظ بها من الطفولة يعني لهذا يعني عم نتكلم عن 11 مجموعة شعرية غزارة يعني أودان ما زالت شابة فأنا عم بحسب متى كانت أول مجموعة شعرية؟ في سنة 2000 أنا تأخرت نعم أتأخرت مع أنه بدأت النشر باكراً جداً كان عمري فقط 11 سنة يعني بدأت النشر في الصحافة أرسلت قصيدة صغيرة كان هناك صفحة يعني متخصصة في الإبداع الشباب فأرسلت ونشروها ومن تمت بدأ هذا المشوار للنشر والكتابة بهذا الشكل إلى أن جمعته أولى دواويني ونشرتها لوزارة ثقافة مباشرة بصيغة الكتاب الأول يعني هذا كان تقليد في وزارة ثقافة أنه ينشر الكتاب الأول لشعراء المبتدئين أنا داك جميل اللافت أيضاً ربما ريتا وهذا السؤال يوداد أيضاً يعني عم نتكلم عن 11 مجموعة شعرية والآن نجد شعراء بيطلعوا كتاب كتابين 3 و 4 بعدين يذهبوا إلى طريق الرواية أو طريق القصة وكأنك أنت مصممة على الشعر طبعاً أنا أقول دائماً كما يقول لحنة عبود عندما يموت الشعر لا ينبغي أن نتحدث عن الإنسان أعتقد أن الرسالة الحقيقية من خلال الشعر قوية جداً على اعتبار أن رسالة الشعر هادفة تدخل إلى الأعماق أعماق الروح وأعماق الوجدان يعني أنت تخاطب الروح بشكل مباشر فالرواية تحكي حكي بس حسب بأحد دواوينك استخدمت اللغة الشعرية وعملتها كقصة تماماً داخل النص الشعري يمكنك أن تحكي يمكنك أن تقولي كل شيء وكما يمكنك أن تواجه رسائل قوية وعميقة فهذا هو الشعر يعني أعتقد أنه يستطيع أن يجمع كل شيء القصة والرواية والحكمة والدرس والكلام العميق جداً هناك إصرار يبدو على الشعر يعني وهذا شيء مشجه ولكن ماذا يفعل الشاعر إذا القارئ مش موجود يعني بتعرفي هل الآن نحن نعيش في عصر رواية أدبياً نعم أو القصة ولكن شعر أين قارئ الشعر؟ أنا لا يهمني الآن وهل يؤثر مثلاً في غياب القارئ هل يؤثر في وداد مثلاً؟ أنا لا أعتقد أنه ليس هناك قارئ للشعر بل العكس تماماً أعتقد جازمة كتب الشعر لا تبيع كيف يعني وعدد شعراء يتزايد كل يوم عدد شعراء يتزايد ولكن ولكن يعني هذا جنس أدبي لا يستهان به عبر التاريخ عبر ترات البشرية كلها يعني هذا الجنس الأدبي المتميز لم يتوقف يوماً وإلا في لحظة ما من الزمن كنا استغنينا عن الشعر طبعاً لم يتوقف ما بديك تفهمي كلامي خطأ أنا قلت نحن نعيش الآن في عصر الرواية ربما تسويق الشعر هو ليس كتسويق الرواية السؤال اللي كان موجه لحضرتك في غياب ربما يعني قارئ الشعر هل هذا أو جمهور الشعر هل هذا يؤثر مثلاً على على أولاد بن موسى مثلاً أنا شخصياً لا يؤثر فيه ويعني مصرة على كلمتي الشعرية إلى أن أموت أعتقد أنني جئت إلى هذا العالم لكي أكتب القصيدة وأذهب يا طارق خلاص خلاص لن أكتب الرواية رم تحريدك كتبتي مؤخراً القلب حراً ترجم إلى عدة لغات مؤخراً هنا في فرنسا حر من ماذا؟ حر من كل ما يمكن أن يشوب القلب من أشياء سلبية من الحق من الكراهية من الحسد من الضغينة من الألم أيضاً وحر أيضاً من اليأس لأن حلم الإنسان أن يتحرر من كل هذه الأشياء وقفت عن شغلي ألتية كمان عن هذا الموضوع تقولين أن القلب له أربعة أبواب هنا نعم في هذا الديوان تحديداً أربعة أبواب؟ نعم جعلت لهذا الديوان أربعة أبواب فهناك باب يفضي إلى الغابة على اعتبار أن الإنسان في رأيه غابة الإنسان داخل يحمل الأسد ويحمل الحمل ويحمل الطائر ويحمل الفراشة ويحمل الوردة ويحمل الشجرة أعتقد أن الإنسان غاب في حديداته يجرجرها معه كل يوم وباب يفضي إلى الحب أن الإنسان جاء إلى هذا العالم لكي يخرج إلى الحب أو يفتح الباب نحو الحب لأن رحابة الحب دائماً هي التي تعرفنا على الكائن الذي داخلنا ثم هناك باب يفضي إليها وهنا أتحدث إليها من؟ الأم لأن الأم بالنسبة لي رحمة الله عليها هي المحرد الأساسي على هذا الفعل ولكنك أسميتها إليها إليها باب يفضي إليها في أول الأمر يعني تلفيقياً يعني واحد بد يفكر من هي من هي؟ طبعاً لكل حين تقرأين القصيدة يمكنك أن تحيلها مباشرة على الأخت أو على الرفيقة أو على الجارة أو على أنا لا همني أنا أسميها باب يفضي إليها ولكنك أن تحيلها على إين كان هل ممكن أن نقرأ شيء من ما قالت الباب الرابع بعد طريق مستعجل أنا متحمس أسمع شعر صراحة فباب يفضي إلي الكتابة في حد ذاتها لكي نتعرف عن الدات فباب يفضي إلي نعم ستقرأين الآن مقاطع من خياراتك يعني كمي من هذا الديوان الأخير جميل تفضل لكي شو أحا تختاري عارياً منكي عارياً منكي نعم هيك عنوان الأصيدة نودتو عارياً منكي من قال إن السماء لا تسمع لا تحس لا تتسعب لا تشتاق لا تحزن لا تحب من قال إنها لا تستيقض على شوق وعلى وله تنام من قال إن صدرها ليس آهلاً بغصة الفراق بهدير الوداع من قال إن ليلها لم يعد كنهارها ليل موجع نهار جريح تلك السماء شبيهتي تلك أنا عارياً منكي غالباً ما أتلفع بهذه السماء بأنايا كي أراك من شق البرق تومدين عارياً منكي يدفئني الغياب تدثرني المسافة أنا الغريب عارياً منكي لا يسترني جسد جميل شكراً جميل يعني بتعرفي قلت هلأ سماء وأنا عم بطلع على البلوز الحلوة التي جايتنا فيها بلون السماء وأسمعت طنجة طنجة هذه المرينة الزرقاء البيضاء هل هناك علاقة معينة بالأزرق أم هي مجرد مصادفات تماماً أنا يعني عندي عشق خاص لللون الأزرق أعتبر أنه فعلاً هو يترجم حساسيتي كأنثى أنا وقفت شوي على طريقة قراءتك وداد للقصيدة اللي اخترتها عارياً منكي بس أنه بالآخر الأداء أنه فيه أو يقربك من الشعر اللي عم تسمعه أو فيه ينفر أنه أنت بتجي معك تلقائياً هاي القراءات أو تتمرني لأنه يمكن يكون عندك أمسيات شعرية نعم كانت عندي أمسيات شعرية كثيرة فمن تم يعني أنا أعتقد أنه نصف العمل الشعري يعني كي يصل للآخر هي هذه الطريقة في الإلقاء أن توصي للنص كما هو كما كتب تقريباً في الداخل أن توصيليه بطريقة يعني كما أحسستيه فهو اشتغال مش أنه مثلاً أنا جاعة بالي أقرأ شعر وبروح بتمرن عند لسوأ درمان لا لا أنا لا أتمرن أنا أنا لا أتمرن لاشي عم بلشي داخلي يعني كي شخص بيكتب شعر بيقرأ بطريقة بتشبهه نعم أنا تصور أنه من أجمل يعني الأسماء التي كانت تجيد إلقاء الشعر محمود درويش رحمة الله عليه فهذا الرجل لا أتصوره قد ذهب إلى مكان ما وتدرب على الإلقاء هو بالفطرة أو هكذا وجد نفسه يلقي قصيدته تفاعل معها منذ البدن هناك أيضاً يعني شعراء يكتبون قصيدة من الطراز الأول ولكن إياك تسمعوا عليك صحيح هذا الكلام كيف ننفسر هذا شيء مثلاً أنه ليش في شعراء أنه الأد تكون قصيدة في ناس بيعرفوا يلقوا في ناس بيعرفوا هي مهارات نفسية خلينا نقول عرفت أنه إذا عم تقدر توصل وتوصل نصك بهالزخم أنت عم تقرأ والآخر ما عم بيقدر أنه في مشكلة بتخيل يعني ممكن ويدا تتجاوب لأنها برضو كمان أكيد بتعمل أمسيات كثيرة ولكن قراءة الشعر هو نوع من الأداء أيضاً تماماً أعتقد أنه فعلاً حين تكتب القصيدة فأنت تتصورين نفسك تلقينها على الآخر فإذا هو تمرين داخلي وهي كما قال لطارق يعني ملكة خاصة يمكن لشاعر أن يكتب قصيدة رائعة ولكن لا يوجد أبداً إلقاءها فهي مع الممارسة أيضاً ومع حضور المتكرر لأمسيات شعرية وحضور كذلك تجارب أخرى أنا دائماً أتصور أن قراءة محمود درويش كان دائماً فوق الخشبة كأنه يجسد تلك العبارة بأناقة خارقة للعادة فمن هناك هذه الصورة بقيت عارقة في الوجدان بالنسبة للقاء الشعري من هم الشعراء الذين أثروا في ودادة من موسى؟ حين أسأل دائماً ودائماً أسأل هذا السؤال طبعاً لأنه هذا السؤال فأنا أقول وأجيب فأجيب بشكل تلقائي أجيب أن من أثر فيه هو الإنسان بصفة عام هذا جواب فلسف ولكن سأمر مباشرة إلى جواب أكثر دقة فالإنسان يؤثر فيه عموماً ولكن الشاعر الذي أثر فيه هم شعراء كثر كل من قرأت له تفاعلت معه ولكن أجدني عميقاً في تجربة فرناندو بسوة أجدني عميقاً في هذه اللا طمأنين التي كان يشعر بها على الدوام تجربته عميقة وقد تمثلتها في العديد من قسائدي وتمثلتها في الوجود أيضاً يعني كتجربة وجودية كمعاش فرناندو بسوة هذا الرجل الذي صنع لنفسه سبعة أنداد يعني هو كتب المسرح بإسم وكتب المقالة الصحفية بإسم وكتب النقد بإسم وكتب الشعر بإسم وكتب كذلك النطر بإسم والواحد لا يشبه الآخر فكيف يمكن أن تخلق من نفسك يعني أشخاص وأن تعطيهم ويات يعني حقيقة كان رجلاً خارقاً للعادة ولأجل ذلك ربما مات باكراً هلأ بما أنه عم نحكي عن شعراء كنت عندي فضول أعرف مثلاً في المغرب حظ المغرب له حظ أكبر مع الشاعرات أو مع الشعراء تحسي هيك في هيمنة ذكورية شوفي بصدق يعني التجربة الشعرية المغربية الآن حاضرة بقوة في المشهد الشعري العربي إلا ما أقول العالم أيضاً لأن هناك أسماء قوية جداً في المشهد الشعري العربي والآن هناك يعني حضور للمرأة الشاعرة أيضاً هناك أسماء حاضرة بقوة من خلال إصدار مجاميع شعرية من خلال المشاركة في العديد من الملتقيات من خلال كذلك الفعل التقافي كممارسة يعني تجدينهم سواء في الإعلام تجدينهم في الصحفة المكتوبة تجدينهم كذلك في يعني مجالات متعددة كالتعليم كأشياء كثيرة فهناك يعني لائحة أسماء مهمة من هي الأسماء النجوم إذا أريدك في المغرب يعني أسماء كثيرة سيحزنني كثيراً حين أصل إلى البيت ولا أتذكر يعني إسماً دون الآخر فلذلك يعني أحبّد أن لا أذكر إسماً ثم أنسى الآخر فيجعل تماماً التجارب مهمة جداً أحياناً ترتاحي من الشعر وبتروحي على الرسم أيضاً الممارسة كذلك الفنية تتعدد في تجاربها أو في تجلياتها أيضاً فحينما تضيق القصيدة أجد رحابة من خلال الفعل يعني فعل في التشكيل أعتقد أن هذه ممارسة جميلة جداً يعني تترجم هذا الإحساس الداخلي فأنا باستمرار أبحث عن أن أقول للآخر شيئاً جديداً فأحياناً باللوحة أيضاً ولكن اللوحة هل تتعامل يعني بتتعامل معها بشكل احترافي بشكل احترافي بمعنى بشكل كند للشعر أما في المرتبة الثانية طبعاً في المرتبة الثانية في المرتبة الثانية لأنني أنا أخلص لشعر وقد أخلصت له منذ أن جئت إلى هذا العالم كم أخلصت الترجمات التي نالتها كتبك يعني وضوع النص الحقيقي يعني بصدق أنا يعني كان لي الحظ الوفير أنه ترجمت إلى عدة لغات وأعتقد أنه علاقتي بكل من ترجم لي كانت علاقة ممتازة جداً وأسعد بكل هذه الصداقات يعني سواء إلى الفرنسيا أو إلى الإسبانيا أو إلى النجيزية كذلك يعني هذه الترجمات فعلاً أشعر أنها خلقت يعني بشكل متوازي عن نص يعني قريبة جداً أعتقد أنه النص يعني شبيه للنص طبعاً يقولون دائماً أنه الترجمة خيانة كبرى للنص يعني في الأصل ولكن أنا مثلاً في ديوان القلب الحر القلب حراً الأستاذ سعيد حموض أعتقد أنه يعني أخلص جداً للنص لدرجة أنني أقول له أنك يعني كتبت نصاً جديداً موازي لنصي هي نفس الأفكار ولكن باللغة نستطيع أن نتلمس نصاً آخر يعني نصاً إبداعياً قوياً أي لغة بتحسي أنها أقرب إلى شعارك تعرفي كل لغة لها خصائصها ولها طبيعتها أي لغة بتحسي أنها هي الأقرب هي بتزبط أكتر شيء على شعارك أعتقد الفرنسية والإسبانية أكثر فرنسية والإسبانية فأنا ترجمت كثيراً إلى إسبانيا ربما بحكم القرب الجغرافي وعلاقتي بالشعراء الإسبان وكذلك تواجدي بأمريكا اللاتينية كثيراً فربما هذه العلاقة مع هذه اللغة كانت أقرب بشكل مباشر عن ماذا يبحث المترجم الذي يتبنى عملية الترجمة ونشر هذا الكتاب بلغة أخرى في بلد آخر أنه هل هو فضول؟ هل هو استثمار؟ ماذا؟ ليس استثماراً وليس فضولاً فقط وإنما عشق للشعر وعمل إبداع تماماً طريق لأنه حينما تقومين بالترجمة فأنت تحققين أولاً لذة ما تحققين رغبة ما في أن تخلقي نصاً موازياً هي عملية إبداعية كما قال طارق بقصد يعني الوصول إلى فتح أبواب النشر بلغة أخرى بترجمة أخرى أنا مش دايماً سهلة فمن هذا المنطلق لم يعود الأمر صعباً كما كان في السابق أعتقد أننا الآن نعيش اجدهاراً حقيقياً فيما يتعلق بالنشر خصوصاً داخل الوطن العربي أعتقد كتجربة خاصة وقد أجزموا أنها تجربة عامة في العالم كامل فمسألة النشر لم تعد بالصعب على الإطلاق هل ممكن في الدقائق الأخيرة أن أمطم معي شواني هل ممكن أن نقرأ مصن آخر ربما من المجموعة الأخرى هاي اللونها زي الأحمر بما أني أحب اللون الأحمر لكن يا طارق اخترت لك ما لا يحصى ما لا يحصى ما لا يحصى ما لا يحصى بعدد المصابيح المطفأة منذ وداعك بعدد الشهور تتالت بلا رنين بعدد الأدراج نزلتها إلى يتم فيك بعدد ما لا يسمى من لواعج الحنين بعدد الوقت طويلا وشاقا يتوالدك الطحالب في قلبي بعدد النداءات تلاشت في ضباب كتيف بعدد المفازات التي خضرت أملا في هبوبك تمصفرت من فرط الصمت بعدد أسماء النساء واسمي بعدد الحب ينزل كم الرداد فوق فمي بعدد الكريات الناطقة باسمك في دمي تمت دائما ما لا يحصى ما لا يعد تمت موعد سأخلد فيه إليك ولو جزافا ولو وهما تمت صدايا في الأمداء يغنيك هل تسمعينه؟ واو جميل جد كتير حلو شكرا شكرا قرائج من أن نختم بالشعر في شيء كان بعبديك تقولي ونحن ما سألناك عنه هل أنا بخير؟ أنت بخير وعمل أن تفقي كذلك دائما شكرا ألف شكرا شكرا عن هذه الدعوة الكريمة وداد بن موسى شكرا لتلبيتك هذه الدعوة إلى السيديو هوا الأيام استمتعنا جدا بحضورك أنا أسعد وأحببت جدا عنوان البرنامج هوا الأيام كتير حلو كتير كتير هل قلتها لك باللبنانية عموما نحن معك الآن سنختم هذه الحلقة تاريخ وداد بن موسى شكرا جزيلا من مرة الأخرى وأمل أن تجمعنا فرص أخرى أكيد إن شاء الله سأكون دائما سعيدة وداد بن موسى